والحكاية بدأت لما اصطاد احد النمر المركطة الغزالة اللي كتعيشة في حالها وبعد ما النمر استادها جي ضبع وبلطج عليه واخدها منه بالقوة للولا الاولى الموضوع ممكن يباني ان المعركة خلصت لصالح الضبع ولكن من الواضح ان كان في عصاب التمسيح كانت متابعة الموقف من بعيد وفورا خرجوا من المية وبدأوا يقربوا عشان ياخدوا نصبهم من الوليمة النمر المركط نقدر نعتبره هرب بلا رجعة اما الضبع فكان بيحاول يقرب على امل انه يقدر ياخد حتى حتة صغيرة من الغزالة ولكن التمسيح ما كانش مدي لاي حد اي فرصة التمسيح المفجوع ما ضيعش وقته وبلع الغزالة كلها على بوق واحد